السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب الصف العاشر في المدرسة الرشيدية الثانوية للبنين في القدس وضمن برنامجنا برنامج التعلم عن بعد في ظل جائحة الكورونا اليوم درسنا في مقرر التربية الإسلامية للصف العاشر الأساسي وهو موجه للشعب دال وطا وواو درسنا الدرس الثالث عشر وهو درس الخلفاء الراشدون اليوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من آذار الموافق السابع من شهر شعبان أحبة الطلاب الأهداف التي نرجو أن تتحقق بعد شرح الدارس هي أن نتعرف على معنى الخلافة الراشدة ماذا يعني هذا المصطلح؟ ماذا نقصد بالخلافة الراشدة؟ وأن نبين مكانة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ونبين الأسس التي قامت عليها دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأيضا نبين أعمالهم التي قدموها خدمتان لهذا الدين العظيم أولا في دروسنا السابقة تكلمنا عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم توقفوا في هذه الحال في أول مسألة تعرض عليهم بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم هل يدفنونه هل يختارون خليفة وحاكما بعدهم ماذا يفعلون اختلفوا ولكن كان هناك إرهاصات وعلامات ودلائل تدل الصحابة رضي الله عنهم كيف يفعلوا ومن هذه الإرهاصات والدلائل قضية مهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر رضي الله عنه ليأم الناس في مرضه فكان الذي يأم الصحابة رضي الله عنهم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم إماما في الصلاة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فهو الرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام فالصحابة اجتمعوا رضي الله عنه وارضاههم في مكان سمي بسقيفة بني ساعدة مكان اجتمعوا فيه وبدأوا يتناقشون ماذا يفعلون وجسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد فدخلوا في حوار بينهم أنه لا بد أن يكون لهم قائد حاكم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاختاروا من بينهم بطريقتهم بطريقة الشورى أن يكون هذا الحاكم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فبايعه الصحابة رضي الله عنه وارضاه على أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد الذي سمي بخليفة رسول الله هذا الذي أذكره هذا الذي أذكره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بعده أحدا بأن يكون وارثا للحكم لم يوصي بعده النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يكون حاكما للمسلمين لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام هذه المسألة يعني لا يوجد في الإسلام وريث للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن من يموت في الحكم يرثه فلان أو فلان أو فلان فالحكم في الإسلام ليس أمرا وراثيا بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أسس وقواعد وضعها للسياسة في الإسلام منها الشورى يتشاور الصحابة يتشاور المسلمون فيما بينهم لإيجاد حاكم لهم يحكم بشرع الله ووجود هذا الحاكم هو فرض على المسلمين لأن هذا الحاكم ينوب عن المسلمين في تطبيق الدين وسياسة الدنيا ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أسس وهي أسس الحكم الرشيد الحكم العادل العدل أداء الأمانة الشورى خدمة الدين خدمة مصالح المسلمين كل هذه القضايا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وتركها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حكمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال هم ما يطلق عليهم بالخلفاء الراشدين فالخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة الذين سنذكرهم بالتفصيل الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن ماذا يعني نظام الحكم في الإسلام المسمى بنظام الخلافة نظام الخلافة خلف الرجل آخر أي جاء بعده يخلفه أي جاء بعده إذن مصطلح دولة الخلافة في الإسلام من عقب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه من أصحابه في قيادة الصحابة رضي الله عنه وحكم الصحابة رضي الله عنه وإمارة الصحابة رضي الله عنه وهؤلاء الأربعة بالترتيب الزماني هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضا هؤلاء الأربعة هم الذين يسمون بالخلفاء الراشدين الذين كانوا على مستوى عال من العدل والشورى وأداء الأمانة وإعطاء الناس حقوقهم وسياسة المسلمين في دينهم ودنياهم على أتم وأكمل ودنيا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأربعة الذين ذكرتهم هم الذين أوصى به من نبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد إيش يعني عضوا عليها بالنواجد؟ نواجد إسناننا في من الأسنان إيش اسم النواجد؟ ها؟ وحيننا من عص عليها شو يعني من عص عليها؟ يعني نتمسك بهديهم نتمسك بأفعالهم نتمسك بسنتهم من هؤلاء؟ هؤلاء خيرة الجيل الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا حبابي رب أفضل جيل في التاريخ اللي هو جيل الصحابة رضي الله عنهم فهم أكثر الناس علما وأكثر الناس فضلا وأكثر الناس عبادة وأكثر الناس حكمة وأكثر الناس رحمة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن وهم موجودون وتعلموا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فأستاذهم ونورديهم من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخلفاء الراسلين الأربع الذين ذكرتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أرضى عنهم جميعا هؤلاء من أوائل من خدم الدين من أوائل من أسلم وقدم وضحى وأعطى الغالي والنفيس وكانوا هؤلاء رضي الله عنهم أرضاهم مبشرين بالجنة فقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إذن هؤلاء لهم فضل كبير هؤلاء لهم فضل كبير هؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة فأبو بكر الصديق بنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أمنا أم المؤمن رضي الله عنها وارضاها بنت أبي بكر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك حفصة حفصة بنت عمر بن القطاب رضي الله عنهم جميعا هي بنت عمر وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وتزوج بنت عمر رضي الله عنهم جميعا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زوج من بناته رقية وأم كلثوم لمن لعثمان رضي الله عنه فعثمان رضي الله عنه وارضا تزوج رقية أولا ثم لما توفيت رقية رضي الله عنه وارضا رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بنته الأخرى أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية وهذا يدل دلالة واضحة على فضل عثمان رضي الله عنه وارضا ولذلك سمي بذنورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أولى ثم لما توفيت تزوجة الثانية وأما علي رضي الله عنه وارضا فهو الذي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت أكثر بناته صلى الله عليه وسلم شبها به وهو علي الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن علي وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ونخص منهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وهؤلاء الصحابة الأربع الخلفاء الراشدين لهم فضاء العظيمة جدا سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى الآن ذكرنا أن أبا بكر هو أول حاكم للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الحكم بالشورى ولقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بعده جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن على ماذا استند الخلفاء الراشدون في حكمهم أول شيء يا حبايبي اعتمدوا على اتباع القرآن والسنة اتباع القرآن والسنة وهذه قضية مهمة جدا ما كانوا حكام جور وظلم وبهدان يحكموا عمزاجهم أبدا كانوا إذا انعرضت عليهم أي مسألة من المسائل يرجع إلى القرآن الكريم فإن لم يجدوا ذهبوا إلى السنة كنت علي؟ يعني مرجعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجدوا اجتهدوا بناء على الكتاب والسنة اجتهدوا بناء على الكتاب والسنة ولذلك المرجع الأساسي الدين القرآن والسنة وكانوا يقيمون السياسة بناء على شيء اسم مبدأ الشورى في الإسلام مبدأ الشورى يا حبايبي مبدأ مهم جدا يعني مش أنا وبس والباقي خس الحاكم بيستشير من حوله من أهل الاختصاص إذا المسألة في الاقتصاد بيسأل أهل الاقتصاد إذا المسألة في السياسة يسأل أهل السياسة إذا المسألة في الطب بيسأل أهل الطب وهكذا لقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم هذه القاعدة مهمة جدا الخليفة الحاكم الأمير يستشير ويسأل ويستعين من بجانبه من أهل الاختصاص تمام أيضا لما أراد لما أراد المسلمون أن يضعوا حاكما استشار المسلمون بعضهم اختاروا أن يكون الحاكم الذي يحكمهم شخص محدد لم يلزموا بشخص لم يفرض عليهم شخص وإنما هم اختاروا فالحكم في الإسلام ليس حكما وراثيا وليس حكما ملكيا وإنما حكم بالشورى يختارون شخص يقودهم وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اختاروا أبا بكر ثم عمر ثم علي اختيارا يعني المسلمين اختاروا من يكون حاكما لهم ولم يفرض أحد عليهم مثل ما نراه اليوم وكان من أهم الأسس التي قامت عليها دولة الخلفاء الراشدين أو حكم الخلفاء الراشدين أداء الأمانة أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي يعني أداء الأمانة؟ الحكم بأمانة رعاية المسلمين دون انتقاص دون مغاوزة دون فيتامين واو مركز دون مواربة دون أنا هذه الجماعتي وهذه الحبايبي أبدا ما في ظلم في دولة الإسلام ما في نوع من الانحراف في دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده طيب قضية الرابعة يا حبايبي قضية العدل العدل أساس الحكم لقول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل العدل مهم جدا بدون عدل الناس تصبح كالغابة كالوحوش وكيخ الإسلام ابنتين رحمه الله قال إن الله لينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويهزم الدولة المسلمة إن كانت ظالمة إذا أنت بدك تستمر في الحكم بدك تستمر في المنصب اللي أنت فيه يجب أن تحكم بالعدل وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنه وعلا مثالا يحتذى به مثالا يسير خلفه الناس في العدل فكان العدل في القضاء وفي قسمة الأموال وتولية المناصب الإدارية وكل أمور الدنيا وكل أمور الدنيا أيضا كان من مواصفات والأسس العامة التي قامت عليها الخلافة الراشدة حقوق الإنسان وكرامة الإسلام يا حبايبي اعتنى في الإنسان بشكل عام الإنسان حر بمعنى أن له كرامة فأمر الإسلام بالحفاظ على كرامة هذا الإنسان وحرم الإسلام التعدي على هذا الإنسان بشكل عام سواء كان اعتداءا لفظيا أو اعتداءا نفسيا أو حرم الإسلام كل هذه الأوجه ولذلك كان يعيش الإنسان الإنسان سواء المسلم وغير المسلم في دولة الإسلام عزيزا بأعلى درجات الكرامة لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يطبقون القرآن والقرآن يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن الكرامة الإنسانية تحترم في دولة الإسلام وعلى وجه الخصوص في دولة الخلفاء الراشدين إذا صحت هذه التسمية وإنما المقصود الفترة التي حكم فيها الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاهم ومن بعدهم فهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون يا أحبابي هم بالترتيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضا عثمان بن علي رضي الله عنه وارضا عثمان بن عثان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضا إذن أبو بكر وعمر عثمان علي ولذلك دائما نقول وارضى اللهم عن الأصحاب أصحاب أحمد وكلهم في كل حين معظمة ودائما نقول اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي دائما نترضى عنهم فهؤلاء أفضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهؤلاء الذين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة أولهم الصديق رضي الله عنه وارضا هذا ما أعرضه يا حبايبي ملخص عن حياتهم ملخص عن حياتهم أولا الصديق رضي الله عنه وارضا ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر يعني في عام خمسمية وأربعة وسبعين ميلادي ولد في مكة ولد في مكة وكان الصديق رضي الله عنه وارضا أبيض البشرة نحيف الجسم خفيف العارضين يعني كتافه صغار لحم وجهه خفيف ضعيف الرجال تمام وكان قد تزوج كتيلة بنت عبد العزة ثم أم رومان بنت عامر ثم أسماء بنت عميس ثم حبيبة بنت خارجة وأنجب من فتيلة وأنجب من قتيلة آسف عبد الله وأسماء ومن أم رومان عائشة وعبد الرحمن ومن أسماء بنت عميس محمد ومن حبيبة أم كلثوم فأبناء أبو بكر الصديقة ضي الله عنه وعبد الله وأسماء وعائشة وعبد الرحمن ومحمد وأم كلثوم كان قبل الإسلام لم يسجد لصنم في الجاهلية ولم يشرب الخمر في الجاهلية فكانت عنده عزة أما لما أسلم فهو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة وهو الذي أسلم على يديه كبار الصحابة رضي الله عنهم منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله كبار الصحابة أسلموا على يديه من أول يوم دخل في الإسلام فبدأ يعمل لهذا الدين وفي خلافته التي سنذكرها بالتفصيل جهز الحروب ضد مانعي الزكاة وأرسل جيش أسامة توفي رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة في العام الثالث عشر من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه هذا أبو بكر الصديق نعود إلى أعمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا أحبابي قلنا إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل الذي استلم الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أولا خلافته امتدت سنتين وبضعة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحادي عشر السنة الحادي عشر من الهجرة وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في السنة الثالث عشر من الهجرة ماذا فعل في هذه المدة القليلة سنتين وشوي ماذا فعل أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان قد جهز قبل ذلك جيشا سمي بجيش أسامة أول شيء أول شيء أبو بكر الصديق أقرش هذا الجيش وقال له مر وسر على بركة الله إذن أنفذ ذاك الجيش في تلك الفترة بدأت بعض الناس ترتد عن الإسلام يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص ما في إسلام فبدأ بمحاربتهم وردهم إلى الإسلام وهذا ما يسمى بالتاريخ بحروب الردة بحروب الردة كان من أعمال أبو بكر رضي الله عنه وارضاء بحكم أنه خليفة أنه جمع القرآن الكريم نسميه الجمع الأولى المصحف لأن لما استشهد كثير من الصحابة رضي الله عنه وارضاء جاءه عمر خطاب وذكر له أن يا أبا بكر اجمع القرآن الكريم في مصحف الصحابة الذين هم حفظت القرآن قد استشهد عدد كبير منهم في معركة واحدة سبعين منهم وخشية على القرآن الكريم ولكن في أول الأمر لم يرفع لهذا الفعل أبو بكر ثم بعدها شرح الله سبحانه وتعالى صدر أبو بكر لهذا الفعل فجمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاء القرآن الكريم في مصحف واحد وأصبح عندنا مصحف جامع للقرآن الكريم كل القرآن الكريم مكتوب كل القرآن الكريم مكتوب وأوجد لجنة هي تقوم بجمع القرآن الكريم بجمع القرآن الكريم ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه وارضاء بإرسال الجيوش إلى بلاد الشام والعراق وهكذا بدأت مرحلة جديدة مرحلة الفتوحات الإسلامية في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاء ثم كان من أهم أعمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاء أنه عهد إلى عمر الخطاب بالخلافة استشار الصحابة رضي الله عنه شو رأيكم من يكون الخليفة بعدين طبعاً احنا اتفقنا أن الأمر بالشورى فكلهم أشار على عمر رضي الله عنه وارضاء وهو الرجل الثاني في الإسلام فعهد إلى عمر بالخلافة قبل وفاته وكان الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء تعالوا نتعرف على عمر رضي الله عنه وارضاء عمر أولاً هذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء كان أبيض البشرة ولكن وجهه في عليه حمرة يعني وجهه على حمار شو وكان أصلعاً وكانت له لحية طويلة وكان رضي الله عنه وارضاء كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله أسلم عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاء وكان معروفاً بشدته وقشوته قبل الإسلام ولكن بعد أن أسلم كان معروفاً برقته حتى أن طفل صغير إذا ذكره بكى عمر لما قرأ جزءاً من سورة طاها اهتز لها وأيقن أن هذا القرآن ليس من كلام البشر فأسلم في شهر ذي الحجة بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب بثلاثة أيام إذن هو من أوائل من أسلم وهو من الذين هاجروا إلى المدينة وهو الصحابي الوحيد الذي هاجر من مك إلى المدينة بالعلن وهاجر مع أخيه زيد وسعيد بن زيد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات وكان عمر رضي الله عنه وارضاء في خلافة أبي بكر المساعد الأول لأبي بكر وهكذا عهد له أبو بكر في الخلافة في خلافته في خلافته فتح الشام وسنأتي بالتفصيل فتح كامل العراق يعني أتم الأعمال التي قام بها أبو بكر وعاش طعون عمواس يعني مثل الكورونا اللي إحنا عايشين في اليوم كان في عمواس طعون مرض وباء اسمه طعون عمواس وأسس السنة النبوية التي أدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن لا يخرج الجيش من مكان فيه وباء إلى مكان ليس فيه وباء اللي هي الحجر الصحي وأيضا فتح مصر وفتح برقة وطرابلس الغرب كان عمر رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع الناس على صلاة الترويح دخل على المسجد لخل الناس متثرقة في الصلاة فجعل لهم إماما واحد يصلي بهم في الترويح وكان يعطي جوائز لحفظة القرآن الكريم وهو أول من وسع المسجد النبوي والمسجد النبوي كان صغيرا فهو وسعه وهو أول من أخر مقام إبراهيم في مكة المكرم كان في مجال السياسة صاحب فن أول من جعل الدووين يعني انقل الوزارات وجعل وزارة للتموين سميها دار التموين وهو أول من أوقف في الإسلام جعل الأوقاف وقف وأول من أخذ زكاة الخيل وأول من اتخذ دارا للضيافة يعني استقبال للناس أما في مجال الحرب هو أول من أمر بالتجنيد الإجباري يعني كل المسلمين دخلوا في دائرة التجنيد الإجباري وهو أيضا أول من حدد غياب الجنود عن زوجاتهم أربعة شهر يعني بيطلع الجيش المسلم قاتل في سبيل الله ليس أكثر من أربع شهور أربع شهر وبرجع عشان يشوف مرته ولاده وعيلته وكان عنده قوات احتياطية في المجال الحربي والعسكري ليس كل الجيش يخرج في قوات احتياط وهو الذي أجل اليهود من جزيرة العرب عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أسقط الجزية عن الفقراء والعجزة الجزية حبايبي اللي بدفعها غير المسلمين بدل حماية لهم لما كانوا يكبروا بالعمر أو يكونوا فقراء لا يدفعون بل يدفع لهم من بيت مال المسلمين وهو من منع هدم كنائس النصارى كنائس النصارى الموجودة مثل ما هي لا يزاد عليه وهو رضي الله عنه أرضاه كان يأخذ الجزية حسب مستوى الناس الاجتماعي كان الفقير لا يأخذ منه الأغنى يأخذ منه حسب غنى والأغنى أكثر من ذلك يأخذ منه حسب غنى استشهد رضي الله عنه أرضاه وهو يصلي في صلاة الفجر ساجدا جاء أبو لؤلو المجوسي أبو لؤلو المجوسي من عبدة النار وطعنه وهو يصلي طعنه وهو يصلي ثلاثة طعنات فاستشهد يوم الأربعاء السادس والعشرين من الحجة العام الثالث والعشرين من الهجرة النبوية الشريفة رضي الله عنه أرضاه هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب عمر خطاب يعني خلافة عمر رضي الله عنه أرضاه أكثر من عشر سنوات قليلا أكثر من عشر سنوات قليلا تلم السنة الثالثة عشر من الهجرة وتوفي في وتوفي في السنة الثالثة والعشرين من الهجرة في زمن عمر رضي الله عنه أرضاه اتسعت رقعة الإسلام اتساعا شديدا لأن عمر رضي الله عنه أرضاه أسس أسس الدولة أسس الدولة مؤسسات الدولة يعني كرس الشورى أسس الدووي مثل ما قلنا ديوان الخراج ديوان الجند ربط الأقاليم بالمركز يعني وحد الدولة الإسلامية لأنها اتسعت الدولة الإسلامية وذكرت لكم أنه تم فتح البلاد في زمنه الشام العراق مصر الكوفة البصرة الفستار هذه الأمصار المدن كلها دخلت في دولة الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه أرضاه أهم شيء نعرفه إحنا أهل القدس أنه في عام خمسطاعش هجري تم فتح القدس يعني في زمن من؟ زمن عمر رضي الله عنه أرضاه فعمر رضي الله عنه أرضاه ما طلع من المدينة إلى أي بلد أخرى لاستلام هذه البلاد إلا إيه؟ إلا بيت المقدس قرج من المدينة المنورة إلى بيت المقدس وجاء واستلم من فتيح بيت المقدس وهناك اتفق اتفاقية مع النصارى الذين كانوا يعيشون في بيت المقدس عرفت هذه بالعهدة العمرية العهدة العمرية الآن يا حبايبي تم فتح بيت المقدس في زمن عمر وعمر رضي الله عنه أرضاه كان بالنسبة له فتح بيت المقدس هو أساس لماذا؟ لأنه عندنا المساجد الثلاثة المقدسة في الإسلام مكة المسجد الحرام المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقدس المسجد الأقصى المبارك هذه المساجد ثالثها مصر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ معراجه إلى السماء هذا عمر رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر الشهيد ولقب بالفارض أما عثمان رضي الله عنه أرضى وهو ثالث الخلفاء الراشدين ثالث الخلفاء الراشدين عثمان أولا هو ليس بالطويل وليس بالقصير وكانت لحيته كثة وكان وجهه حسنا حلو جميل وكان حسن الشعر الشباب يجير بالهم على شعر عثمان رضي الله عنه أرضى كان حسن الشعر وكان أبيض اللون ولد في مكة وقيل ولد في الطائف الطائف مدينة في الحجاز وكان غنيا في الجاهلية وكان كريما جوادا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضى دعاه إلى الإسلام فأسلم إذن أسلم على يد من؟ أيد أبو بكر الصديق وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة أثيوبيا اليوم ثم هاجر الهجرة إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب عثمان رضي الله عنه أرضى في خلافته تم فتح إفريقيا ومروا الإسكندرية سجستان خرسان القوقاز بلاد كثيرة جدا فتحت في زمن عثمان رضي الله عنه أرضى أول أسطول بحري إسلامي كان في زمن عثمان ما كان في بحار ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في قوة المسلمين على البحار في زمن عثمان أول أسطول بحري جيش ضفاضع بشرية إسلامي وفي زمنه تم جمع القرآن الكريم الجمع الثاني اللي هو جمع المصحف ولذلك سمي بالرسم العثماني نسبة لمان عثمان بن عفتان رضي الله عنه هذا الذي نقرأ فيه المصحف الذي نقرأ فيه وهذا جمع عثمان رضي الله عنه أرضى كان جوادا كريما حتى أنه جيش غزو التبوك هو الذي جهزه أو جهز أغلبه واشترى بئر اسمها بئر رومة هذه البئر كان الصحابة رضي الله عنه في ضيق قلة الماء وكان يهودي يستغل المسلمين فاشترى البئر وأوقفها في سبيل الله وهو الذي وسع المسجد النبوي قلنا عمر رضي الله عنه أرضى أول من وسع المسجد النبوي ثم عثمان رضي الله عنه أرضى وكان من حفظة القرآن الكريم وذكرنا سابقا أنه تزوج بنتين نبي صلى الله عليه وسلم رقي ثم لما ماتت رقي أم كل ثم استشد رضي الله عنه أرضى وهو يقرأ القرآن وكان صائما وكان عمره 82 سنة استشد رضي الله عنه أرضى في العام الخامس والثلاثين من الهجرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقال عنه الحسن بن علي رضي الله عنه أرضى رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه فيجيء الرجل فيجلس إليه ثم يجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم يعني متواضح ما في حوالي لها حاشية رأيت في المسجد وقال عنه شرحبيل بن مسلم أو بن مسلمة كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته أو يدخل بيته فيأكل الخل والزيت يعني طعم الناس من أفضل ما يكون وهو يأكل الطعام البسيط وكان وكان رضي الله عنه أرضاء يحيي ليله بالقرآن رضي الله عنه أرضاء هذا هو عثمان بن عفا نرى ماذا فعل في خلافته في خلافته التي استمرت أكثر من 12 عاما العام الثلاث والعشرين الذي استشهد فيه عمر العام الخامس والثلاثين الهجر يعني هو أطول مدة في الحكم الإسلامي الراشد من أهم أعماله مثل ما ذكرنا الجمع الثاني للمصحف لما خشي على القرآن الكريم أمر زيد نفس الرجل نفس الرجل الذي أمره أبو بكر الصدير له زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه أمره بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد عرف بالمصحف العثماني وأرسل نسخ إلى إلى البلاد وأبقى نسخة في المدينة والمصحف الذي نقرأ فيه مكتوب عليه المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه أرضى وفي زمنه مثل ما ذكرنا توسعت رقعة الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى شمال إفريقيا وأرمينيا وفرسان اللي هي شمال إيران اليوم وآسيا الوسطى الخليفة الراشدي الرابع والأخير هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه علي رضي الله عنه أرضاه كان ليس بالطويل ولا بالقصير ربعة يعني وسط وكان وجهه كالقمر ليلة البدر رضي الله عنه أرضاه وكان عنقه فيه بياض كأنه فضة كأنه إبريق فضة السادس من عمره تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليربيه فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من أسلم من الصبيان وهو أول استشهادي في الإسلام لأنه بات في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة بات في مفراش النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول استشهادي في الإسلام أول فدائي في الإسلام تزوج من فاطمة الزهراء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي اكتب القرآن وذهب إلى اليمن فأسلمت همدان كلها على يديه رضي الله عنه وارضه النبي صلى الله عليه وسلم جعله قاضياً في اليمن في خلافته قام بتنظيم الشرطة وأنشأ دار المظالم وأمر بتشكيل حروف القرآن كانت حروف القرآن الكريم مش مشكلة أمر أبو الأسود الدؤلي بذلك وقاتل الخوارج وهزمهم في النهروان خوارج هؤلاء ظلم خرجوا على حكم الإسلام كان رضي الله عنه وارضه يحبه الصحابة حباً شديداً لأنه كان يوصي بالصحابة فيقول أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيكم وهم الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً ولم يوقروا صاحب بدعة نعم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء كان يوصي وصية شديدة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنه وارضاه له ثلاثة إخوة أشقاء وأختين الأشقاء الإخوة الذكور طالب ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب جعفر كنا أعرفه وعقيل ابن أبي طالب أما أخواته أمهانة بنت أبي طالب وجمالة بنت أبي طالب ينعائلة كبيرة توفي رضي الله عنه وارضاه وعمره ثلاث وستين سنة وعمره ثلاث وستين سنة توفي عام أربعين للهجرة رضي الله عنه وارضاه وهو آخر الخلفاء الراشدين آخر الخلفاء الراشدين إذن يا أحبابي الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاه تعالوا لنروا ماذا كان في خلافة علي أولا خلافة علي رضي الله عنه وارضاه خمس سنوات بعد استشهاد عثمان في العام الخامس والثلاثين من الهجرة استمرت إلى أربعين هجري بوئع بالخلافة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وارضاه في أحداث تسمى أحداث الفتنة الكبرى وانقسام المسلمين ماذا فعل في خلافته؟ أعاد التوحيد المسلمين تحت راية الخلافة الراشدة لأنه كان في فتن وإشكاليات فوحد المسلمين نقل العاصمة عاصمة الخلافة كانت المدينة منورة نقلها إلى الكوفة في العراق عمل بسنة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه وارضاهما في الإدارة والحكم الحكم الرشيد الحكم والإدارة حسب الكتاب والسنة كما ذكرنا سابقاً وكانت سياسة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً السياسة الراشدة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على القرآن والسنة القرآن الكريم والسنة نبوية الشريفة وهذه الخلافة الراشدة يا حبايبي كانت أنموذجاً للحكم الرشيد للعالم أجمع للعالم أجمع وتتميز هذه الخلافة بأنها قدوة لغيرها امتلأت الأرض في زمن خلافة الراشدة عدالة ورحمة وسعادة فسعدت البشرية بالحكم العادل وستسعد البشرية إن شاء الله بالحكم العادل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان أن الخلافة الراشدة ستعود وتكون هذه الخلافة مثل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني راشدة الكتاب والسنة وفيها رحمة وعدل وسعادة ولكن ستكون مقرها أين؟ القدس بيت المقدس بيت المقدس الآن يا أحبادي نأتي إلى التقويم تقويم الأسئلة السؤال الأول يلا جاهزوا حالكم السؤال الأول أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة إكس أمام العبارة غير الصحيحة ثم أنقلوا الإجابة إلى دفتري هذه الأسئلة يا أحبادي بتحلوها على دفاتركم وبعد ما تحلوها ترفعوا ليها على جوجل كلاس روم السؤال الأول السؤال الأول الفرع ألف حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي نظام الحكم من بعده قطأ ليس بصحة ذا ذا الخلفاء الراشدون باختيار المسلمين ورضاهم طبعا شورة جيم من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجمع الثاني للمصحف لا هذا ليس من أعمال البكر فبكر الجمع الأول للمصحف الجمع الثاني فعله عثماء رضي الله عنه إذن هذه إجابة خاطئة امتدت خلافة علي رضي الله عنه ورضا إثنى عشر عاما فهذه خلافة خطأا هذه ليست بالصواب خلافة علي رضي الله عنه خمس سنوات فقط إذن خطأ إذن هكذا ألف خطأ باء صح جيم خطأ باء خطأ السؤال الثاني ما الأسس التي قامت عليها دولة الخلافة الدولة الخلافة الرسولة تعالوا معي أحبابي إلى الصفحة ثمانية وسبعين في هناك عنوان الأسس العامة التي قامت عليها دولة الخلافة الرسولين مكتوب واحد اتباع القرآن والسنة الكتاب والسنة اثنين الشورى يعني الإجابة اللون الغامق الأسود الغامق ثلاثة أداء الأمانة أربع العدل خمسة حقوق الإنسان وكرامته حقوق الإنسان وكرامته أعيدها السباعة والسنة الشورى أداء الأمانة العدل حقوق الإنسان وكرامته هذه الخمس هي جواب السؤال الثاني جواب السؤال الثاني السؤال الثالث وضح أربعة من الأعمال التي قام بها الخلفاء الراشدون هذا سؤال مباشر هذا سؤال هوي ليس صعبا أي أعمال الخلفاء الراشدين أي أبي بكر أعماله 1-2-3-4 عمر رضي الله عنه 1-2-3 فقط عثمان 1-2 علي رضي الله عنهم جميعا 1-2-3 الآن لا نريد أن نجيب عن كل واحد عن كل خليفة بواحد لا بدي تكتبوا بدي تكتبوا يا حبايبي أعمال أبي بكر ثم أعمال عمر ثم أعمال عثمان ثم أعمال علي جميع هتكتبوه السؤال الرابع وهو سؤال مهم جدا أوازن بين الشورى والديمقراطية من حيث طريق التنصيب الحاكم والمصدر أولا يجب أن نفهم ماذا يعني كلمة الديمقراطية الديمقراطية تعني طبعا هذا نظام ليس إسلاميا نظام كفر ليس عند المسلمين حكم الشعب للشعب يعني لا في قرآن ولا في سنة الشعب يحكم نفسه بنفسه هذا كلام بالنسبة إلنا كلام يعتبر من الكفر الشورى يتشاور المسلمون فيما بينهم بناء على فهمهم للقرآن والسنة ولذلك من حيث التنصيب ألف ومن حيث المصدر ألف طريق التنصيب الحاكم أكتب يا حبايبي أكتب يا حبايبي في الشورى الإسلامية يتشاور أهل الإختصاص وأهل الحل والعاقد في اختيار من يحكمهم من المسلمين في نظام الديمقراطية يختار الشعب بغض النظر مسلم ولا كافر من يحكمهم فممكن أن يكون الحاكم كافرا وليس مسلما فلا يقوم بحماية الدين ولا الحفاظ على مصالح المصدر بايع الشورى المصدر من القرآن والسنة الديمقراطية المصدر من أفهام الناس بين خسين الشعب وهكذا نكون يا أحبابي قد أتممنا الوحدة تامة كاملة الوحدة الرابعة وبقي علينا وحدة الفقه ولذلك يجب أن تستعدوا الآن للامتحان سيكون عندنا إن شاء الله امتحان تجري بيوم الخميس إن شاء الله في الوحدة الرابعة الدروس الثلاثة التي شرحناها وسأبين لكم إن شاء الله كيفية الامتحان يوم الخميس إن شاء الله يعطيكم ألف ألف آفية يا حبابي